مئة وثلاث وثلاثين توصية خرجت بها الأربع ورشات التي تم تنظيمها في إطار الندوة الوطنية حول استراتيجية الوقاية وتسيير المخاطر الكبرى توصيات تبعتها إعطاء تعليمات من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية بتشكيل فوج عمل متعدد القطاعات لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع أدعو أمامكم المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى لتكوين فوج عمل متعدد القطاعات والخبراء يكفل تضمين كل التوصيات في مشروع الاستراتيجية الوطنية للمخاطر الكبرى تضمين كل التوصيات في مشروع الاستراتيجية كما قلت الوطنية للمخاطر الكبرى مع تسطير ورق الطريق ومخطط عمل واضح المعالم برزنمة محددة تشمل إجراءات قصيرة المدى ومتوسطة وبعيدة المدى وتشمل تعزيز القاعدة القانونية والمؤسساتية توصيات تستلزم إشراك المواطن فيها خاصة وأنه في الكثير من الأحيان تكون له يد في حدوتها الظاهرة الطبيعية هي ظاهرة خلقها الله سبحانه وتعالى والإنسان هو الذي يحول الظاهرة الطبيعية إلى كارثة مهما كانت الاستراتيجية إذا المواطن البسط لا يعني ينخرط ولا يعني يساهم في تنفيذها من المستحيل أن نصل إلى الأهداف المسطرة نقاط ضعف ونقائس تم تسجيلها فيما يخص التعامل مع الكوارث الكبرى معالجتها اقتصرت على التدخل للتكفل بآثارها في حين تهدف الاستراتيجية الحالية إلى إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين ناهيك عن التدخل والتكفل بالمخلفات ما بشأنه التقليل من حجم الخسائر اشتركوا في القناة